اهلا وسهلا بكم لو اول مرة تشوفونا فدي قناة سلامك النفسي لو انت مهتم بصحتك النفسية وعايز تبقى سوي نفسيا فالقناة دي ليك لو حبيت تشترك معنا وعجبك المحتوى ممكن تضغط على زرار سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تعمل شير لأصدقائك عشان يستفادوا ولو انت مشترك في القناة فانت من المتابعين المميزين في القناة ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وبافضل حال وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت النهاردة هنتكلم عن العنصر الرابع المشكلات السلوكية لمرحلة المهد ايه هي المشكلات او نوعية المشكلات اللي ممكن تقابلني في المرحلة دي اول مشكلة عندي هي الخوف والخوف عندي بينقسم لثلاث اقسام الخوف الفطري والخوف المكتسب والخوف المرضي اول نوع الخوف الفطري الطفل في اول ست شهور ممكن اي حد يشيله لكن من بعد الست شهور بيبدأ يخاف من اي شكل جديد اي وجه غريب عنه هيخاف منه اذا في الطفل بعد ست شهور بيخاف من الغرباء تاني خوف هو الخوف من الاصوات العالية فاكرين لما قلت لكم ان الطفل بيتولد بحسة السمع عنده لو اي خبطة اتخبطت جنب الطفل بيتفزع فخلوا بالكم من الاصوات العالية تلفزيون اغاني موسيقى اي اصوات في الشوارع كلكسات عربيات ايا كان علشان الطفل بيخاف من الاصوات الايه العالية تالت حاجة بيخاف في نهاية السنة الاولى من الضلمة لو قام بالليل من النوم وشاف الدنيا ضلمة اول ما يفتح حينو كده وملقاش نور هيروح معايد فلو سمحتوا ان نحاول على قد ما نقدر يكون فيه اضاءة بسيطة على جنب المكان اللي برا القوضة يكون منور علشان خطر الطفل لو قام بالنوم فسط الليل ما يتخضش او يخاف تاني نوع عندي من الخوف اسم الخوف المكتسب اللي هو بقى من الحيوانات عمتا الخوف من التعبين او من الزواحف او من الحشرات او من الفران او من السراصير ممكن حد يقولي طب ما فيه اطفال بتلعب اصلا مع التعبين فيه اطفال بتلعب مع الفران ومع الحشرات ديت ومع كل الحيوانات اللي بتكلمي عنهم المفروض الطبيعي ان الطفل بيخاف منها لان الطفل ده بيبقى متربي في بيقات هما معودينه او طالع في وسط البيئة دي ان هما بيتعاملوا مع الحاجات دي عادي زيها زي القطط كده عندنا فالخوف ده هو خوف مكتسب بيبقى من خلال البيئة اللي الطفل عايش فيها يا اما طالع في بيئة ما بتخافش من الحيوانات ديت من الحيوانات الزاحفة زي التعبين زي التمسيح زي الحاجات دي كلها بيبقوا طالعين بيلعبوا معاهم كده عادي يا اما بيبقى في بيئة زي بيئتنا الطبيعية ديت اللي ان الحاجات ديت حاجات غريبة فبالتالي بيخاف منها زي ما اكيد بابا بيخاف منها مامتو بتخاف منها الدنيا كلها الطبيعي بيخاف منها النوع الاخير بقى من الخوف اسمه الخوف المرضي وده بيبقى الخوف من الاماكن العالية او الخوف من المية الخوف من الموت دي قصة تانية خالص فالغاية من الكلام اللي انا بقوله ده ان انا افهم ايه هو الخوف الفطري ايه هو الخوف اللي الطفل بيتولد بيخاف منه وده عرفنا ان الطفل بيخاف من الصوت العالي وده بيكتسب من وهو لسه فرحم امه تاني حاجة في نهاية الشهر السادس الطفل بيخاف من الغرباء اخر حاجة عندي في نهاية السنة الاولى ان الطفل بيبتدي يخاف من الظلام تانية حاجة في المشكلات السلوكية هي الغضب للاسف احنا بنقع في مشكلة كبيرة اوي لما بنجي نلعب الطفل بنبقى فرحانين بقى ان هو ابتدى يسحف ونروح حطن له بقى وهو بيسحف كورة فيبتدي يسحف اسرع او يمد اكتر علشان ياخده الكورة في حضنه ان هو يمسك الكورة يلعب بيها نجي احنا بقى بمنتهى الزكاء اول ما الطفل يقرب من الكورة نروح شايلنها بعدينها في حتة تانية ابعد عشان يكمل سحف احنا كده بقى فاكرين احنا بنعلمه ان احنا بنخليه ياخد على السحف بقى ممكن بعد كده يتسند يقف لا للاسف ده بيبقى تصرف ملوش اي لازمة وغلط جدا لان احنا بنعمل كده للطفل مشكلة كبيرة اوي اللي هي الغضب طب هو بيغضب ليه ده انا ميتي خير انا قصد ان هو يتحرك اكتر ويبقى يعرف يتحرك اكتر ويبقى اسرع وبالتالي يعرف يمشي بسرعة يمشي بدري انت مش فاهم ان هو عجز عن تحقيق هدف هو كان هدفه انه يوصل للكورة ولما جي وصل لها فجأة اختفت من قدامه بعدت عايز تدربه ما قلناش حاجة سيبه يوصل للكورة ويلعب بيها يمسكها ويلعب بيها وبعد كده اخدها منه تاني وحطها بعيد تاني بس يكون حقق هدفه استمتع ان هو وصل للهدف بتاعه فبالتالي هنا هنفهم ان الطفل عشان يعبر عن عدم وصوله للهدف او الاشياء بتاعته او لعبه هو الغضب والغضب هنا هو بيعبر عنه بايه بالصراخ وانه هو يرمي نفسه لغاية سن السنتين الطفل بيعبر عن الغضب بجسمه بالكامل يرمي نفسه يمين او الشمال يهبط برجليه في الارض ممكن كمان يوصل بالموضوع انه هو يخبط دماغه في الارض او في الحيطة فعلى قد ما نقدر نتلاشى ان احنا نسبب للطفل الغضب طيب تالت حاجة عندي في المشكلات السلوكية هي الغيرة الغيرة على الام من سن سنة ونص لسن تلات سنين ونص ودي حاجة طبيعية جدا ان الطفل يجير على امه زي ما قلنا من سن سنة ونص لتلات سنين ونص طب هو هيجير عليها من مين اول حد بيجير عليها منه هو ابو بمنتعة البساطة مش عايز حد يشاركه في امه الغيرة هنا غيرة طبيعية جدا وفيه بالتالي مشكلة تانية بتقابلنا وهي الغيرة من مولود جديد هو في الطبيعي بيجير ما بيحبش حد يقرب من ماما فبالتالي لو فيه مولود جديد ده بقى مستحوذ على حنان ماما ورعاية ماما واهتمام ماما علشان كده بننصح الناس بلاش على قد ما تقدروا بلاش حمل في فترة اول تلات سنوات من عمر الطفل على الاقل ما بين كل طفل وطفل تلات سنين يعني على سنة تلات سنين فقرة تحمل هتقضي مثلا 8 شهور 9 شهور في الحمل خلاص الطفل التاني بقى عنده 4 سنين نبقى عدنا مرحلة الخطر طيب افرده الام حملت والطفل لسه ما تمشي 3 سنين ونص هنا بيقابلنا مشكلة بقى لو الام ولدت قبل ما الطفل تمت 3 سنين ونص هو اصلا بيغير غيرة طبيعية من الاب او اي حد يقرب من الام فاحنا كده هنا بنزود الغيرة كمان غيرة تانية من مولود جديد علينا طيب الغيرة من قدوم دف جديد انا مفروض اعمل فيها ايه اول حاجة ان انا اتلاشى الفترة دي ان انا لازم علشان اجيب طفل تاني يكون الطفل الاولاني تم 3 سنين ونص المفروض بقى انا اعمل ايه في الفترة دي اعمل فيها اربع حاجات اول حاجة الحاجة دي بتعمل قبل الميلاد لازم اعمل عملية تهيئة يعني ايه تهيئة يعني انا بهيق طفلي البيبي الصغنن اللي معي ده اللي عنده 3 سنين ونص زي ما اتفقنا وجيب ايده وحطها على بطني واقوله بصي حبيبي بصي بطني عاملة ازاي جوا بطني هنا اخوك حبيبك او اختك حبيبتك هيلعب معاك ويجيب لك حاجة حلوة وانت تجيب له حاجات حلوة وهيحبك قوي وانت كمان هتحبه قوي هيكون سندك اتكلم مع طفلك كأنه شخص كبير بالغ مش انه هو مش فاهم كلمك فخلاص ما تكلمش وخلاص واسكت لا تحدث معاك كأنه رجل بالغ فدي هي عملية التهي ان انا بهيقه نفسيا ان فيه ضيف جاي تاني حاجة عدم تغيير المعاملة ماينفعش اغير معاملتي مع طفلي مشكلتنا اللي اسف بنقع فيها اغلبنا ان احنا بنقول ان الكبير خلاص خد بقى ادلع وشبع حنان فبالتالي هبتدي ايه قدي نفس الحنان اللي كتبت دي والرعاية للطفل اللي الجاي بقى والموضوع ده بيحز في نفسية الطفل وبالتالي هيولد عنده سلوك عدواني كل ده من الغيرة كل ده علشان انا ما رعيتش نفسية طفلي وهتسبب بمشكلات كتيرة قوي وكبيرة قوي عند الطفل بسبب موضوع الغيرة ده فبالتالي علشان اصلح الموضوع ده ان انا ما غيرش معاملتي مع ابني ردعت السغنان احطه وشيل اخوه الكبير ادت له لعبة يبقى اجيب للتاني لعبة بست ده يبقى لازم ابوز ده نمت جنب البيب السغنان اقوم ونام جنب ابني التاني اخلي بالي ان انا ما فرقش في المعاملة ما بين الاتنين يبقى زي ما قلنا اول حاجة هي التهيئة ودي بتحصل قبل الميلاد تاني حاجة عدم تغيير المعاملة ما غيرش معاملتي مع ابني تالت حاجة التقبيل والتشجيع زي ما قلتلكم ابوزه كتير لازم زي ما بابوز ده ابوز ده بل بالعكس كمان الطفل الكبير اللي معايا ده اللي هو تم تلات سنين ونص اربع سنين لازم اديله حنان اكتر وشجعه اكتر على الاقل من اربع لخمس مرات في اليوم اقبل ابني واحدنه ماينفعش تلم الاربع خمس مرات وتقعد تحضن ابنك خمس ست مرات في مرة واحدة في لحظة واحدة لا ماينفعش لازم بيبقوا على مرات متفرقة في اليوم وده لان الطفل طبيعي هيحس ان الموضوع ده مصطنع ده بالعكس الطفل بيحس كويس قوي بالانفعلات وبالافعال اللي بتحصل قدامه يعني انا لما اجي ابوه سواحدنه ايه حبيبي ايه ده لا ماينفعش لازم بيبقى بحب يبقى فعلا بمشاعر واحسيس ان انا فعلا بحبه واخده في حضني واضمه قوي احسيسه بحبي وحناني لازم نراعي ان احنا بنتعامل مع مستقبل طفل اخر حاجة عندي هي عدم ابعاد الطفل عن اخوه او منعه عن اخوه مشكلتنا ان التفكيرنا كله سلبي حتى لما بنيجي نشجع ما بنعرفش نشجع لما اجي حب اقول لابني انه هو زكي بقوله على فكرة انت مش غبي تدمغك حلوة طب وليه اقوله اصلا كلمة دي مخ طفلك ما بيستوعبش كلمة مش ما تجيب له الالصفه على طول قوله انت زكي ليه دايما معتقدين ان الطفل الكبير هيقزي اخوه الطفل الصغير لا ده بيشده من ودانه لا ده بيحطه اصبعه في عينه ما ده طبيعي علشان احنا بنمنعه عنه المفروض انت تقعد وتخليه يشيل اخوه الصغير ويحطه على حجره حسسه انه هو مسؤول منه علشان نحل موضوع الغيرة من مولود جديد نيجي للمشكلات السلوكية اللي بعد كده هي مشكلة العناد العناد الفترة الطبيعية بتاعته هي من سن سنتين لاربع سنين خلوا بالكم ان الفترة دي كويس قوي العند في السن ده طبيعي جدا الطفل في المرحلة دي بيكتشف ذاته عايز يعرف دوره وحدوده ايه ولذلك بيعاند فده وضع طبيعي جدا لازم نطول بالنا عليه تاني حاجة ازاي اتعامل مع العناد ماينفعش احط الطفل في وسط مايقدرش يتعايش فيه اول حاجة احنا اتفقنا عليها ان الطفل ما بيحبش الضوضاء ما بيحبش الصوت العالي فانا ماقعدش في بيئة فيها ضوضاء وصوت عالي او حتى مشكلات اسرية بين الاب وما بين الام فهنا الطفل هيكتسب حتة نشفية الدماغ او العناد زي ما قولنا قبل كده الطفل زي السفنجة بيشرب من اللي حواليه تالت حاجة عندي هي الاتساق الاتساق اسلوب من اساليب التربية جميل جدا الاتساق معناه ان الاب والام يكونوا متفقين على القواعد التربوية يكون في اتفاق واحترام متبادل ما بين الاب والام ما بين الطرفين العاشين وفوسطهم طفل صغير انا دلوقتي ابني عنادي وتجاوز المرحلة العمرية يعني عدى سن الاربع سنوات ولسه العند معيه وملوش اي سبب العند انا بطبق عليه القواعد التربوية السليمة ماينفعش هنا بقى الاب ييجي من بره يكسر القاعدة اللي الام عاملاها ومشي عليها مع طفله فلازم يكون فيه اتساق ما بين الاتنين في اسلوب التربية الايجابي للطفل وعادة على الفكرة اللي بيكسر الموضوع ده الاباء وبرضو لازم تكون الام عندها وسطية ماينفعش ان هي تيجي على الطفل ماينفعش ان هي تعاقب الطفل بحاجات ماينفعش يتعاقب عليها لا المفروض ان الاتنين يتفقوا عن العقوبات اللي لازم ينفزوها يكون فيه اتفاق ما بين الاب والام وكمان يتفقوا مع الطفل عليها زي ما قلنا قبل كده وكمان لما يجوا ينفزوها ما يترجعوش عن العقوبة لاي سبب من الاسباب نيجي للعنصر قبل الاخير وهي الاحتجات النفسية للطفل في مرحلة المهد اول حاجة الطفل عايزها مني في المرحلة دي هي الثقة فيما يحيط به فاكرين هرم مسلو الحاجة رقم اربعة اللي هي ايه الاحترام او التقدير فاكرينها الثقة فيما يحيط به الطفل لازم يثق في البيئة الامنة اللي بتحاوضه واكتر حاجة تنمي عملية الثقة دي هي الاحتضان اللي احنا لسه متكلمين عليهم من شوية ان لازم الام او الاب يحضنوا طفلهم يقبلوا يحسسوا بالحنان الطفل بيبقى محتاج ده اوي في المرحلة دي الاحتضان والمدعبة مطلوبة بكسرة في سن السنتين من السنتين للاربع سنوات الطفل محتاج للاحتضان والمدعبة وده بيوصلنا لتاني حاجة هي الحاجة للاتصال الجسدي في الحضن اللي الام بتحضنه لابنها بيحصل تلامس ما بين الام والطفل الاحساس والجلد على بعضه وان الطفل يحس بنبضات امه بيكتمل جواه مشاعر وحسيس ومش متخيلين هي قد ايه بتأثر فعلا على نفسيته وعلى مستقبله بالكامل عارفين في الهند ايه اللي بيحصل لما الطفل بيتولد ناقص ومحتاج حضانة ما بيودهوش حضانة زي ما بنعمل هنا لأ بيحطوه على صدر امه وبيلفوه بالساري هو وامه في بعض التلامس ما بين الطفل والام وتلامس الجلد ده بيبني كمان الاعضاء اللي ناقصة في جسم الطفل ودي بيكون افضل حضانة بيستفيد بيها الطفل وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت يارب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم وبكده نكون خلصنا الفيديو ونشوفكم في فيديو تاني وعلشان غيرك يستفيد ارجو الاشتراك في القناة ما تنسوش اللايك والضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد